حصد الميدالية لم يتوقف بعد من لدن العداءات المغربيات بالأمس رباب عرافي أضافت لرصيد المغرب ميدالية ذهبية في سباق الـ 1500 متر ضمن اليوم السابع من الألعاب الفرنكوفونية في دورتها السابعة بنيسا الفرنسية وانخرطت في السباق إلى جانب عرافي العداء سهام الهلال التي استطاعت تحقيق الميدالية الفضية رباب عرافي والهلال ظلتا ضمن مقدمة الكوكبة لدورات استطاعت بعدها التقدم أكثر نحو المراكز الأولى المركز الأول والثاني لم يتحدد بين العداءتين سوى عند الأمطار الأخيرة عندما استطاعت رباب العرافي الظفر بالسباق بفضل السرعة النهائية متجاوزة مواطنتها سهام الهلالي العرافي قطعت مسافة السباق في أربع دقائق ثمان عشرة ثانية وسبعين جزءا من المئة بعيدة بحوالي سبع ثوان عن الرقم القياسي في الألعاب والذي تمتلكه المغربية فاطمة عوامة ميدالية فضية ثانية حقيقت بالأمس بواسطة سليم الوالي عالمي في ثلاثة آلاف متر موانع عكس زميلتها فضوى سيديما ذنى التي لم تكمل السباق وانسحبته سليم الوالي عالمي ضيعت الميدالية الذهبية عند الأمطار الأخيرة عندما لم تقوى على منع الرومانية عن كوتا بوبوسيل من تجاوزها الأخيرة وظفت سرعتها النهائية للدخول أولا في السباق محققة توقيت 9 دقائق 46 ثانية و 52 جزءا من المئة متقدمة على العداءة المغربية سليم الوالي بما يقل عن الثانيتين بعد ميداليات الأمس ظل المغرب في رتبته الخامس رافعا رصيده إلى 12 ميدالية بأربع ذهبيات أربع فضيات ومثلهما نحاسيات اشتركوا في القناة